بسم الله الرحمن الرحيم ونخصص حلقة السبت الأخير من كل شهر للإجابة على طبعا بعض هذه الأسئلة ممكن تبعت لنا الأسئلة دي مكتوبة أو في مقاطع صوتية أو في مقطع فيديو ما يزيتش عن ديئتين النهاردة هنتكلم في حلقتنا عن موضوعين مهمين موضوعنا الأول في حلقة النهاردة عن حالة طبية بتحصل لبعض المواليد الذكور وهي عدم نزول الخسيطين إلى مكانهم الطبيعي في كيس الخسيطين فيما يعرف بالخسية المعلقة حياة كتير سألوني عن هذا الموضوع وعشان كده احنا هنناقش هذا الموضوع في الجزء الأول من حلقتنا النهاردة الخسيطين بيبدأ تكوينهم وتطورهم عند الجنين الذكر أثناء فترة الحمل ومع اقتراب موعد الولادة بيبدأ خروجهم أو بمعنى أدق تحركهم داخل الجسم الجنين يعني من منطقة التجويف البطني إلى منطقة كيس الخسيطين في عدد قليل من الحالات وتحديدا الولادة الصوبيان يعني اللي بيتولدوا قبل معدهم ما بتنزلش خسية أول لتنين من مكانهم في البطن وده اللي احنا بنقول عليه أو ما يطلق عليه العم يعني يقوله الخسية المعلقة المقصود بالمصطلح ده هو عدم وجود الخسية أول لتنين في مكانهم وفي أغلب الأحوال لما الحكاية دي بتحصل بيكون الخسيطين في تجويف البطن وفي حالات أقل قوي قوي بيكونوا تحت الجلد يعني خارج التجويف البطني وقبل ما كمل كلامي عايز أقول للحضراتكم عن يعني أكتر من معلومة الحياة مهمة المعلومة الأولى هي إن عدد كبير من الأطفال الذكور اللي بتحصل لهم الحكاية دي بتتصلح عندهم الحالة دي تلقائيا خلال أول تسع شهور من العمر بعد الولادة بتهالي كان لازم أبدأ بالحكاية دي عشان ناس تتطمن يعني كل الناس اللي هما لسه يعني منتظرين جنين أو ولد إن شاء الله يتولد أو اللي عندهم الحالة دي خلاص بس رغم ده ده ما يمنعش إن فيه عدد من الأطفال بتفضل عندهم الخصية المعلقة زي ما هي وبتحتاج طبعا تدخل طبي دي كانت أول معلومة أول معلومة إن الموضوع ده بيتصلح من تلقاء نفسه خلال أول تسع شهور من عمر الطفل طيب المعلومة التانية اللي عايز أقولها لحضراتكم هي إن كل الولاد كل بقى الولاد الأطفال الولاد يعني بيحصل عندهم حالة انسحاب أو بمعنى أدق ارتداد الخصياتين إلى أعلى في بعض الأحوال كل بقى الأطفال الذكور كده إمتى؟ زي مثلا أثناء الجلوس في المياه البردة وهنا طلوع الخصياتين لأعلى بيكون صعود مؤقت صحيح إن كيس الخصياتين بيكون فاضي في الحالة دي لكن الخصياتين نفسهم ما بيرجعوش للتجويف البطني لكن كل ما في الأمر إن هما بيكونوا مختفين في قناة اسمها القناة الإرابية اللي أصلا هما نزلوا فيها وده زي ما قلت بيكون وضع مؤقت وبيرجعوا مكانهم الطبيعي بمجرد شعور الطفل بالدفء تمام؟ المعلومة التالتة هي رغم إنه الوضع ممكن يتصلح لوحده خلال أول تسعة شهور زي ما قلت في الأول لكن لازم يكون فيه متابعة طبية للموضوع لأن فيه بعض التدخلات الطبية ممكن تتعمل إذا الحالة ما تصلحتش بعد تسعة شهور زي ما هتعرفوا مني بعد شوي لكن بشكل عام لا يجب ترك الأمر بدون إصلاح لما بعد العام الثالث يعني ما ينفعش الوضع يفضل كده لغاية سن تلت سنين تلت سنين ده حد أقصى ومش بس كده ده أحيانا بعض الأطباء بيقرروا التدخل الجراحي لإصلاح الأمر بعد العام الثاني وده لإن بقاء الخسياطين في تجويف البطن خطر يعني بقاءهم لما بعد هذه الفترة بيعرض الخسياطين للخلل الوظيفي ليه؟ بسبب ارتفاع درجة الحرارة في البطن وده بيصيب الخسياطين بمشاكل وظيفية يعني أقصى فيه حد يمكن يقولك طب ما خلق ما يفضلوا يعني في البطن لا مهو درجة حرارة البطن دي مش ملأمة ليهم كانت ملأمة ليهم وهما لسه أجنة وهما لسه والخسياطين بيتكونوا خلوا بالكم من التفاصيل دي أما المعلومة الرابعة فهي أن التخصص المسؤول عن إصلاح وعلاج هذه الحالة هو تخصص طب وجراحة يعني طب جراحة الأطفال طبعا بالتنصيق مع طبيب الأطفال طيب نيجي بقى ندخل في الموضوع شوية ليه الحالة دي بتحصل مش احنا اتفقنا كده مع بعض كل حاجة بنقول ايه أسبابها وتفسيرها وهكذا طيب ليه الحالة دي بتحصل يعني ايه أسباب عدم نزول الخسياطين من البطن إلى مكانهم الطبيعي الحقيقة في الموضوع ده بالذات أن التفسير القاطع لسه مش واضح يعني لغاية دلوقتي مش واضح لكن في بعض الاعتقادات والتفسيرات الطبية زي ايه؟ زي مثلا عدم حصول الجنين على ما يكفي من بعض الهرمونات من الأم لإتمام عملية النضج الطبيعي والانتقال الطبيعي لكيس الخسياطين ده تفسير طبي لسه مش مؤكد تفسير تاني بيقول إنه ممكن تكون الهرمونات دي موجودة عند الجنين لكن استجابة الجنين نفسه ليها يعني الهرمونات انتقلت من الأم إلى الجنين لكن استجابة الجنين ليها ما كانتش كافية في تفسير تالت بيقول إن منع نزولهم كان بسبب انسداد متكرر في القناة الإرابية في الطريق نفسه يعني انسداد بيروح وييجي تفسير رابع قال إن في علاقة ما بين الحالة دي لما تحصل وتناول الأم لبعض المستحضرات الهرمونية خلال فترة الحمل وفي النقطة دي بقى تحديدا عايز أحذر كل الأمهات الحوامل كل الزوجات الحوامل يعني إن هم ياخدوا أي أدوية بتحتوي على هرمونات خلال فترة الحمل إلا اللي بيقرروا ليهم طبيب أو طبيبة النساء والتوليد المتابعين ليهم طيب إيه بقى يعني سبب نزول أحيانا مش إحنا نقول فيه خصية واحدة نزلت وبقاء التانية معلقة أو سبب عدم نزول لتنين إيه الأسباب؟ في الحالة الأولى وهي عدم نزول خصية واحدة من الاتنين فده بيكون بسبب عدم اكتمال نمو الكيس كيس الخصياتين من أحد النواحي يعني بيكون مكتمل النمو من ناحية ومن ناحية تانية غير مكتمل النمو أما في حالة عدم نزول الاتنين الخصياتين يعني فده بيكون سببه عدم اكتمال نمو كيس الخصياتين كله أو إنه يكون اكتمال نمو بس حجمه صغير على فكرة عشان كده المتابعة الطبية أمر ضروري ومهم جدا حتى خلال مرحلة الانتظار اللي بيقررها الطبيب مش إحنا اتفقنا قلنا إن الطبيب يعني لما بيفحص الطفل يقول هننتظر هننتظر تسعة شهور هننتظر هكذا برضو المتابعة الطبية ضروري وده لإنه لقدر الله لقدر الله ممكن في بعض الأحوال يحصل حالة اسمها حالة للتواء حالة التواء بتحصل في واحدة من الخصياتين اللي ما نزلوش وفي الحالة دي بيكون الألم شديد جدا غير إن التغذية الدموية ممكن تنقطع وده يعني تنقطع عن الخصية دي وممكن يؤدي لمشكلة خطيرة ودائمة عشان كده إذا شعر الطفل بألم في منطقة كيس الخصياتين أو فوقهم لازم الاتصال بالطبيب فورا طيب ماذا عن علاج هذه الحالة؟ زي ما قلت من شوية إن علاج الخصية المعلقة بيكون بالتنسيق ما بين طبيب الأطفال وطبيب جراحة الأطفال وهم الاتنين بيقراروا فترة الانتظار في حل عدم نزول الخصية أو الخصياتين لمكانهم الطبيعي بس الأمانة يعني تقتضينا نقول إن القرار النهائي بيكون لتخصص جراحة الأطفال تمام؟ وقلت إنه ممكن يحصل إصلاح خلال أول تسعة شهور من العمر تلقائيا من تلقاء نفسه طيب لو ما حصلش بيبقى خلاص مفيش حل لا فيه علاج فيه علاج كمان يعني بالحقن وفيه علاج جراحي واحنا العلاج بالاتنين العلاج زي ما بقول بيكون بالحقن الهرمونية أو بالجراحة أو بالاتنين مع بعض وكل ما كان الخصياتين نزلين لتحت يعني قريبين من الكيس كل ما كان العلاج بالحقن الهرموني ناجح لكن ده أمر زي ما قلنا بيقرره طبيب جراحة الأطفال أحيانا كمان ممكن يكون فيه فتأ وده بيتم إصلاحه جراحيا في نفس عملية تصحيح مكان الخصياتين بحذر أن ترك الأمر بدون علاج لفترة أطول من اللي بيقررها الأطباء بيعرض الولد ده لعدم القدرة على الإنجاب لما يكبر لأن عدم وجود الخصياتين في مكانهم الطبيعي بيؤدي لفقدان الوظائف الرئيسية للخصياتين ايه بقى هي وظائف الخصياتين؟ واحد انتاج وتخزين الحيوانات المنوية كمان انتاج هرمون التستستيرون المسؤول عن نمو الأعضاء التنسولية عند الرجل وأيضا انتاج الهرمونات الذكورية الأخرى وهي بيسموها الأندروجينز واللي بتكون مسؤولة عن إعطاء الجسم صفاته الذكورية المميزة الوظائف المهمة دي كلها لقدر الله ممكن تتعرض للخطر أو للضعف الشديد ده غير طبعا لقدر الله إمكانية حدوث بعض الأورام في الخصياتين العلاج زي ما قلنا سهل وكل المطلوب هو المتابعة الطبية وعايز يعني قبل ما اختم كلامي مع حضراتكم في هذا الموضوع هقول بعض النقطة المهمة أول نقطة هو أن طبيعي يكون فيه خصية أكبر من التانية خصية أكبر في الحجم من التانية وهي تحديدا الخصية اليمين برضو طبيعي أن تكون الخصية اليسرى اللي ناحية الشمال متدلية أو نزلة لأسفل شوية عن الناحية اليمين تمام؟ تاني نقطة مهمة هي أن نمو الخصياتين للحجم الطبيعي بيكون في المراحل الأولى للبلوغ ما بين عمر 10 سنين إلى عمر 13 سنة والحجم الطبيعي بيكون حوالي من 5 سنتي إلى 7 سنتي ونص في الطول و 2 سنتي ونص تقريبا في العرض أما تالت نقطة أن فيه أحوال ممكن يحصل فيها آلام وتورم في الخصياتين زي التواء الخصية اللي اتكلمنا عنه واللي بيكون مؤلم جدا وبيحتاج للطوارئ الطبية ممكن كمان يحصل تجمع لسائل في المنطقة المحيطة بالخصياتين بيسموها الحالة دي هيدروسيل ممكن كمان يحصل عدوى أو التهابات بسبب بعض الفيروسات أو الطفيليات ممكن يحصل تورم في أحد الأوعيات الدموية ودي اسمها دوالي الخصية برضو حالة طبية شهيرة جدا عشان كده بشكل عام لازم الحفاظ على هذا المكان وطلب المشهورة الطبية في حالة ظهور أي أعراض أو علامات فيه أخيرا زيادة درجة الحرارة فاكرين لما قلنا أن الخصياتين بينزلوا من البط عشان درجة الحرارة مش مناسبة لهم لما بيكونوا في البط فلازم ينزلوا لكيس الخصياتين مش احنا قلنا كده؟ طيب زيادة الحرارة درجة الحرارة تؤدي لمشاكل وظيفية مؤثرة جدا في الخصياتين عشان كده لازم نتجنب المياه السخنة أوي أثناء الاستحمام فيه ناس كده بيعودوا ولدهم أنهم يعني لما يجوا استحموا استحموا بمياه سخنة أوي خصوصا في الأجواء البردة يعني زي اللي احنا فيها دي لا المياه السخنة أوي غلط كمان لازم تجنب الجلوس في حمامات البخار لفترات طويلة ليه بقول الحكاية دي؟ لأن بعض الأولاد لما بيكون وزنهم زيت شوية فتلاقي مثلا الأب بيقول أنا هعمل دايت أو هعمل رجيم وهشجع ابني وأنا بروح مثلا أخد حمام بخار هاخد ابني معاه لا حمامات البخار هنا خطر على الطفل إنه ليس خطر أصلا على طفله على الكبير كمان كمان لازم تجنب الملابس الديقة خصوصا الملابس الداخلية وآخر نصيحة مهمة جدا 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 تجنب وضع اللابتوب أو الموبايل على الفخدين الحركة دي بيعملوها ناس كتير قوي قوي الحرارة الصادرة من اللابتوب من جهاز الكمبيوتر اللابتوب أو الموبايل على الفخدين الحرارة دي ممكن تكون مضرة جدا جدا على الخصياتين خلوا بالكوا قوي من الملاحظات دي ونبهوا أولادكم لها من فضلكم كده خلص موضوعنا الأول في حلقة النهاردة واللي خصصناه للكلام عن الخصية المعلقة أو عدم نزول الخصياتين هنطلع دلوقتي لفاصل ولسه مكملين مع حضراتكم هنرجع نستكمل الموضوع التاني في حلقة النهاردة يحكى أنه ما زال متواصل ورجعنا لحضراتكم مرة تانية في يحكى أنا وبفكر حضراتكم بالجزء الأول اللي تكلمنا فيه عن الخصية المعلقة وقلنا يعني إيه الوسائل الوقاية وقلنا إزاي نتعامل مع الحكاية دي وقلنا بعض النصائح المهمة جدا جدا في هذا الشأن ممكن حضراتكم ترجعوا لهذا الجزء على وسائل التواصل كمان بفكر حضراتكم أن حلقة الأسئلة بتكون الحلقة الأخيرة من كل شهر طيب نيجي بعد الوقتي للموضوع التاني في حلقة النهاردة الحقيقة أن الاحتياج لأماكن الرعاية النهارية للأطفال أو ما يعرف بالحضانات أصبح في تزايد مستمر وده لأن نسبة الأمهات العاملات بقت كتير قوي وكمان وعي الأسر بأهمية الحضانة كما كان محفز لمهارات الطفل أو حتى إسعاده بقى هو كمان كبير ودي فرصة جديدة أن أنا أقول أن الطفل اللي بيروح الحضانة مش بس هو الطفل اللي مامته بتشتغل إنما هو الطفل اللي مامته وبابا مدركين أن فيه عناصر تانية مهمة لازم تساعد طفلهم في تنمية مهاراته وتحفيزه اجتماعيا ونفسيا الحضانات مفترض أنها تكون من العوامل دي زيها مثلا زي بيت الجدود أو حتى أماكن إطر فيها والحقيقة أني زي ما لسه بقول أن وجود الطفل في حضانة لفترة من الوقت خلال ساعات النهار أمر مطلوب ومفيد من بعد نهاية العام التاني من عمر الطفل قبل كده يعني الطفل مش بيستفيد يعني ممكن يعني ممكن يبقى يعني مش عايزة أقول الأضرار بس هو الوقت المناسب للتحق الطفل بالحضانة بعد نهاية العام التاني تمام؟ ده الوقت المثالي إنما كل واحد طبعا عنده ظروف بقى يعني بيختار اختياراته حسب ظروف أنا هنا بتكلم على الأمات اللي بيشتغلوا أو ما إلى ذلك أنا قلت أنه يعني الحضانة حاجة مهمة بس برضو الضمير والعلم والملاحظات الشخصية تخليني أوصي كل أسرة بضرورة التدقيق الشديد تجاه اختيار المكان اللي هيستقبل طفله وما يبقاش معايير حكمنا على المكان ده فقط هو مثلا ارتفاع السعر أو فخمة التأسيس أو أناقة الناس اللي بيشتغلوا فيه للأسف ناس كتير قوي بتفتكر إن النقط دي هي ضمانة للجودة مع إنه في كتير من الأحوال بتكون مجرد شطارة تجارية أو حتى أنا آسف يعني في الكلمة نصب في بعض الأحيان عشان كده في الجزء الباقي من حلقة النهاردة هقدم لحضراتكم بعض النصائح عن مواصفات الحضانة الجيدة للطفل واللي هقوله ده ممكن في نفس الوقت يكون وسيلة مساعدة لأي حد بيفكر يعمل مشروع من النوع ده وكمان هقدم للناس اللي بتفكر تعمل المشروع ده بعض النصائح في موضوع لا يقل في الأهمية وهو اختيار طاقم العمل وتحديدا مدرسات الحضانة هنبدأ مع بعض بمواصفات الحضانة خلاص يعني أنا عارف إن الله هقوله دلوقتي يعني مقدما أنا بقول في ناس هتستغرب جدا ياه هو احنا هنقعد بقى ندق في كل ده والله دول ولادكو والمفروض إن ولادكو دول بتاخدوه منتو من الحضن الآمن من بيوتهم وتودوهم مكان غريب عليهم فلازم المكان ده يبقى فيه مواصفات عشان كده أنا عايز أقول لحضراتكم على طريقة مهمة وفعالة جدا في الاختيار أو في تقييم المكان طريقة حلوة أو اعملوا قائمة بالمواصفات اللي هقولها دلوقتي مثلا اعملوا قائمة بالمواصفات كلها خلاص كده وكل عنصر نديله درجة بناء على تقييم من ثلاث أنوايا مثلا تقييم ممتاز ومتوسط وضعيف هقول لكم مثلا يعني مثلا إذا تكلمنا عن قرب المكان من البيت حلو كده إذا كان قريب هنديله ممتاز إذا كان بعيد شوية هنديله متوسط إذا كان بعيد جدا هنديله ضعيف حلو الكلام؟ طيب نخلي تقدير ممتاز ياخد ثلاث درجات وتقدير متوسط ياخد درجتين وتقدير ضعيف ياخد درجة واحدة بناء عليه هنشوف الرصيد لما نخلص بقى بقية المواصفات كلها يعني مثلا إذا قائمة بتاعت المواصفات بتاعتنا دي مثلا مثلا يعني مكونة من 20 نقطة أو 20 بند هيبقى أعلى نتيجة نوصل لها 60 صح كده؟ يبقى نشوف بقى المكان اللي احنا هنودي فيه ابننا أو بنتنا خد كم من الستين صح كده؟ أو أقل تقييم هيبع 20 وإنتوا بقى أوزنوا الأمور يعني أنتوا كأسرة تقارنوا الأماكن دي كلها ببعضها وتختاروا المكان اللي نتيجته هتكون أعلى بناءا على التقييم بتاعكم إنتوا حلو؟ هنبدأ بالمواصفات واللي هتكون في شكل أسئلة يعني أنا هقولها لكم في شكل أسئلة وإنتوا خلوها بقى اكتبوها على أنها صفات معينة هل المكان أصلا أصله كان إيه؟ يعني تم تأسيسه من البداية كحضانة؟ ولا ده مكان اتعمل فيه حضانة؟ يعني فيلا كده ولا شقتين ولا بتاع ولا دور أرضي ولا هو من البداية كان مؤسس على أنه حضانة الحكاية دي بتفرق جدا لأنه لو تم تأسيسه من الأول كحضانة بيكون فيه مراعاة لكل حاجة في استخدام الأطفال مثلا زي الأحواض يعني هتلاو الأحواض على مقاس الأطفال والحمامات والأسقف وعوامل الأمان وهكذا زي المستشفى كده يعني مستشفى مثلا في تأسيسها هتلاو إن المستشفى بيراع حاجات كتيرة قوي في تأسيسها تقولوا ليه يا أبس دي المستشفى أيوا دي الحضانة اللي هيبقى فيها أطفالكو يعني المستشفى اللي بنولد فيها الأطفال الحضانة بقى اللي بنودي فيها الأطفال بعد ما نولده صح كده لما يجبروا يعني شوية فهي لا تقل بالنسبة لنا الحضانة والمدرسة ده حاجات لا تقل في الأهمية فدي نقطة مهمة جدا تمام كده؟ طيب تاني نقطة بعد المكان عن البيت اللي احنا قلناه دلوقتي والأفضل طبعا تكون الحضانة في محيط البيت مش محيط الشغل هقول لكم ليه؟ لأنه لتجنب الإرهاق بتاع الطفل يعني ان احنا بنودي الطفل مثلا ونروح بعد كده احنا الشغل وعدين نرجع من الشغل على الحضانة وناخده على البيت المسافة اللي الطفل هيقضيها في الشارع أو في المواصلات ما تبقاش كبيرة يعني ما يتعبش معنا في مشاوير خصوصا مع أوقات الزروة وأوقات الزحمة وهكذا تمام؟ يعني يفضل انها تكون قريبة من البيت مش الشغل انما لو قريبة من الشغل كل حاجة اللي اعتقيمها بقى اتفقنا تمام؟ طيب ايه النقطة اللي بعد كده؟ هل الألعاب اللي موجودة في المكان في الحضانة دي لكل مرحلة عمرية ألعبها الخاصة؟ ولا مجموعة ألعاب موجودة بيلعب بيها كل الأطفال يعني كل واحد بقى واللي يقدر عليه؟ طبعا برضو النقطة اللي بعد كده حالة الألعاب دي مهمة جدا من حيث ايه؟ من حيث عوامل الأمان يعني مش بس بقى ملأمتها العمرية لا عوامل الأمان اللي فيها وجودتها وهكذا يعني صح؟ ده فيه حاجات أحيانا لما الواحد يعني مثلا في النوادي بالذات أو كده بتبصوا تلقوا أن منطقة الألعاب بتاع الأطفال الحاجات الحديدة اللي فيها تلقواها مصدية وتلقواها ده غلط يا جماعة ما نقولش بقى لأماء والطفل بقى لازم يتعود ولازم يبقى خشن كده لأ ما فيه حاجات مقبولة وحاجات غير مقبولة فلازم فيه حاجات يبتعمل لها تسيانة وتتغير وهكذا تمام؟ طيب إيه النقطة اللي بعد كده هل الحضانة دي بتعلم الطفل حاجة تعليمية ولا هي مكان للعب فقط وده مش غلط على فكرة يعني خلاص هقول لكم جمان إيه المقصود بالحاجات التعليمية يعني هقول لكم حالا دلوقتي طيب هل الحضانة دي كل دي نقط احنا بنقدمها بنكتبها زي ما بقول وبنديها تقييم صح كده؟ هل الحضانة دي بتقدم أكل للأطفال؟ طيب الأكل ده إذا بيتعمل في المكان مين بيعمله؟ وبيتعمل بناء على إيه؟ يعني بيتعمل المواد الغذائية الريسيبي يعني الوصفات بتتعمل إزاي؟ ملأمة للأطفال ولا هي كلها حاجات مقلية ولا إيه بالزبط؟ طيب إذا الأكل ده بيجي من بره مصدره إيه؟ بيكون إيه؟ هل فيه رقابة عليه ولا لأ؟ مين المشرفة على الطفل في الحضانة؟ وتعليمها إيه؟ ومسؤولة عن كم طفل؟ دي أسئلة مهمة الحضانة دي بكام؟ ده سؤال مهم جداً سواء في المرة أو في الأسبوع أو في الشهر أو هكذا يا طيب النقطة اللي بعد كده دي نقطة مهمة أوي هل الحضانة بتبلغنا بتطور الطفل ولا لأ؟ تطوره في كل النواحي النفسية والاجتماعية والتعليمية وهكذا إيه النقطة اللي بعد كده؟ هل الحضانة بتساعد الطفل ده على دخول مدرسة؟ يعني بتساعده على دخول المدرسة ولا لأ؟ هل الحضانة فيها إسعافات طبية؟ يعني في إسعافات طبية في المكان ولا لأ؟ اليوم بيمشي إزاي في الحضانة؟ دي نقطة مهمة جداً ليه إيه بقى؟ في نموذج مثلاً يعني أنا شخصياً شفت حضانة يعني في مكان ما الحضانة عبارة عن كده إنه هو من أول ما بتفتح تستقبل يعني الأطفال غنى ورأس طول اليوم يعني هم بيخلوا العيال كده صغارين أطفال صغارين يعودوا يغنوا ويرقصوا طول اليوم يعني طول الفتر فده على فكرة مش صح يعني مش قصدي إن الحضانة تبقى حاجة يعني كئيبة ولا حاجة كده الخالص الغنى والرأس واللعب وكل حاجة دي حاجة حلوة قوي إنما ما يبقاش طول الوقت الطفل بيقضي الوقت كده لأن في أطفال كلها مش هقول لكم في أطفال في أطفال بتحتاج للهدوء فترات ففي فترات بيقى فيها هدوء في فترات بيقى فيها لعب في فترات بنبقى فيه لو في مكان خارجي بنبقى خارج المكان في شمس وبتاع في أوقات لازم ندخل جوه في أوقات المدرسة بتاع الحضانة بتعلمهم حاجة ما يبقاش كل النمو يعني الحضانة كلها بدون مبالغة هو غناء ورقص طول اليوم يعني زي دي جي كده شغال طول اليوم تمام؟ طيب إيه النقطة اللي بعد كده اللي مهمة برضو سمعة المكان يعني سمعة الحضان وأقول لكم سمعتها من حاجة غريبة شوي هل طاقم العمل اللي فيها يعني الاستاف اللي فيها موجودين من زمان ولا كل شوية يتغيروا ما وده بيبقى مؤشر الاستقرار ده والناس بتبقى قعدة وحسن المكان ده بتاعها وبيدوا للمكان ده من روحهم كده وبيبقوا حرسين عليه وبالتالي حرسين على اللي بيجوا فيه من الأطفال ولا كل كم أسبوع ولا كم شهر تبص لو ناس طقم ييجي وطقم يتغير وهكذا دي نقطة مهمة لازم تعملوا عنها تحري وتسألوا النقطة اللي بعد كده هل المكان ده لو ترخيص حضانة؟ ما والحضانة ليها ترخيص طيب النقطة اللي بعد كده هل فيه متابعة بخصوص غياب الطفل يعني مثلا انتو بتودوا الطفل حضانة الطفل مراحش بيتصلوا بيكو يسألوكو مراحش ليه؟ دي نقطة مهمة جدا يا ترى كسل يا ترى انتم مسافرين يا ترى لقدر الله الطفل عيان ولو عيان عنده ايه؟ دي نقطة مهمة جدا هل فيه صرامة وضوابط فيه آلية استلام الطفل من الحضانة؟ هقولكو يعني ايه؟ يعني استلام الطفل من الحضانة للأسف المشاكل الاجتماعية بقت كتيرة جدا ما بين يعني كتير من الأزواج يعني فبقى فيه مشاكل واللي هي المشاكل على الأطفال واللي بقى الأم هي اللي معها الأطفال في حالات الانفصال يعني تمام؟ فممكن تلاقي فيه مشاكل في الرؤية وحاجات بقى اللي انتم اكيد بتتبعوها في وسائل الإعلام وحتى في الأعمال الدرامية وما إلى ذلك طيب الحضانة دي لو حد راح يعني مثلا انتم من الأول بيبقى لازم بيتسئل مين الشخص اللي بيستلم الطفل مين الشخص والشخص البديل عارفين زي مثلا ايه؟ رقم التليفون طيب في حالة عدم الوصول نتصل بمين تاني؟ خلاص؟ هل فيه التزام بالحكاة دي؟ ولا مثلا تقدروا فيه مشكلة بين الأم والأب والأب ده عايز يروح ياخد الطفل من وراء الأم؟ الحاجات دي كلها بقى هل الحضانة هتسلمه؟ ولا لأ؟ دي نقطة مهمة قوي خلاص؟ طيب ايه هي وسائل الاتصال بالمكان؟ ايه موقف الحضانة من الاحتفالات الخاصة؟ هقول لكم زي ايه؟ يعني فجأة كدت بص تلاقي حاجة زي الهالوين مثلا طب انا بشكل شخصي احنا اعلقتنا بالهالوين ده يعني ده مناسبة يعني ما لاش ايه علاقة بينا وتلاقي الأطفال بقى مطلوب منهم زي للهالوين والحاجات الرعب وعيد الرعب وبتاعه حاجات زي كده يعني حتى البهجة مش موجودة في حكاية الرعب دي مثلا يعني انا مش ضد ده بس اصدي ايه موقفهم من الحكاية دي يعني بيحتفلوا بأني أعياد يعني يعني بالمناسبات والأعياد الوطنية ولا الإقليمية ولا العالمية ولا الأمريكية ولا ايه بالزبط دي نقطة مهمة جدا هل الحضانة دي بتساعد يعني ايه بطريقة مساعدة الأطفال في استخدام التواليت مثلا بيساعدهم ازاي مين اللي بيدخل معاهم مين بيقولهم ايه وهكذا هل في نظام مرأبة في الحضانة دي بالكاميرات مثلا في المكان يعني المكان مغطى كده بكاميرات طب هل فيه إمكانية لربط نظام الكاميرات ده مع أولياء الأمور في منازلهم أو أماكن عملهم دي نقطة مهمة جدا وهل هم بيسمحوا بالحكاية دي هل اللي بيشتغلوا في نظافة المكان الحمامات مثلا أو أماكن اللعب أو تغيير الحفاظات ليهم علاقة بمهمات أخرى في المكان زي المطبخ مثلا أو كده طبعا مع احترامي الكامل لكل الناس اللي بتشتغل بس تضارب الاختصاصات ده ما بيبقاش صح في كتير من الأحوال هل لكل طفل سرير منفصل في أوقات النوم ما هو الأطفال بتحب تنام في الحضانة طب بيناموا كل واحد على سرير ولا سرير كبيرة طب لا هل كل فيه مفروشات خاصة بكل طفل يعني كل طفل له غطى وله بخدى والكلام ده كله طب إيه هي سياسة المكان تجاه الأطفال المرضى في حال مثلا إحضار الأم للطفل وهو مريض ما هو فيه أمهات كده يعني الحقيقة يقول لك أنا مش عارف أخذ أجازة من شغل وبنها عيان أو بنتها عيان تروح موديهم الحضان هل فيه سرامة هنا اللي لا ما ينفعش نستقبل الطفل في اليوم ده طالما مريض يعني هل هم بيلحظوا أصلا أن فيه الطفل ده عليه علامات مرض أو أنه هو لقدر الله حرارته عالية أو ما إلى ذلك أو ممكن يعدي الأطفال البقين هل المكان فيه مقدار كافي من التدفئة والإضاءة والتهوية هل فيه وسائد امتصاص للصدمات وسائد مش وسائل اللي هي بتبقى موجودة عشان لما الأطفال و هي بتجري ولا حاجة ما يتخبطوش في حاجة عند الألعاب تحديدا هل فيه مخارج للطوارق هل فيه انذارات حريق هل فيه حواجز أو قطبان عند الشبابيك هل فيه أغطية أمان عند فيه شك كهرباء هل فيه مصدات للأبواب هل الأدوية والمواد الخطر بعيدة عن الأطفال مواد التنظيف والحاجات دي طيب بعد التحق الطفل ده بالحضانة هل فيه تغير حصل في سلوك الطفل تغير للأحسن أو للأوحش أو الطفل ده بقى ممتوي مثلا هل بقى عند الطفل ده صداقات من جوى الحضانة هل فيه اجتماعات دورية مع أولياء الأمور هل مسموح للأهل بالاشتراك في تقييم المكان هل فيه مرونة من الإدارة في التعامل مع الأطفال القلقين من الابتعاد عن الأم والأب فيما يعرف بالتراب الانفصال يعني فيه أطفال لما بيروحوا الحضانة تلهم يعياتوا ويزعلوا قوي وبتاعدوا بيعندهم حاجة اسمها التراب الانفصال فهل الحضانة فيها مرونة أنه ممكن تسمح مثلا للأم أو أنه تشوف أو تدخل في فترة من الفترات أو تطلع وكذا فيه أنواع كده من الأطفال لازم التعامل معهم كده هل الحضانة دي بتقبل الأطفال من ذوي الهمم ولا لا دي نقطة مهمة قوي لأن قبول الحضانة للأطفال من ذوي الهمم دي نقطة مهمة جدا على فكرة للاتنين للأطفال من ذوي الهمم وللأطفال العاديين أو الأسوياء تمام دي نقطة مهمة جدا وبتأثر مسافات كتيرة جدا فيما بعض لما نوصل لمرحلة المدارس خلاص احنا كده انا كده خلصت ضميري خلصنا كده قائمة الاسئلة الخاصة بالحضانة خدوا منها اللي انتوا عايزينه خدوها كلها خدوا نصها خدوا ربعها ما تاخدوهاش قالص برحتكو انا قلت اللي يملي علي ضميري دي القائمة بتاعت المواصفات المفروض الخاصة بالحضانة والمفروض انكوا تلاقوا اسئلة على الاجوبة سوريا هتلاقوا اجوبة على الاسئلة اللي انا سألتها دي كلها وتدوا كل نقطة تقييم وفي الاخر تقرروا ايه هي الحضانة اللي هتروحوها هنطلع لفاصل ونرجع نكمل باقي المواصفات اللي لازم تكون بقى متوفرة بس فين؟ في مدرسات الحضانة فاصل ويحكى انه مازال متواصل اهلا وسهلا بحضراتكم مرة جديدة في حلقة النهاردة واللي اتكلمنا في جزئها الاول عن موضوع مهم اوي 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 وهو الخصية المعلقة عند الاطفال الذكور ارجعوا للجزء ده او الحلقة كلها حتى على وسائل التواصل واتكلمنا في الجزء التاني عن مواصفات الحضانة وانا طبعا اكيد مش قصدي ان انا اعقد الامور ولكن انا بقول المواصفات المفروض يجب توفرها في الحضانة في كل دول العالم دي المواصفات القياسية اللي بتكون موجودة في الحضانات تمام كده احنا بقى هنا ليه ما يبقاش عندنا حضانات بنفس القدر يعني من المواصفات دي ونفس الاهتمام وهكذا وكل ما زاد الطلب على وجود هذا الاتقان في العمل كل ما بقى فيه حضانات كتيرة وانتشر الامر واصبح ان دا العادي زي ما كده حصل تطور في المدارس وحصل تطور في اساليب الادارة وما الى ذلك لازم يحصل تطور في الحضانات وما يكونش التطور ده بس مجرد انه المكان يبقى شيك او انيق بس او كده لا يبقى تطور موضوعي هنتكلم بقى في الجزء ده زي ما قلت عن المواصفات الخاصة بمدرسات الحضانة والحقيقة ان المواصفات دي لازم تكون موجودة كمان في مدرسين ومدرسات المرحلة التعليمية الاولى اللي هي الابتدائي طبعا فيه فرق ما بين الحضانة التعليمية اللي احنا بسميها الكي جي او الحضانة التعليمية اللي بتبقى موجودة في المدرسة وبقول تعليمية لان مفترض يكون فيها بدايات التعلم اما الحضانة اللي هي النيرسري او حضانات الرعاية النهارية اللي بيروحوها الاطفال برضو للتعلم ولكن بيكون فيه منظور مختلف للتعلم زي مثلا تعلم الأكل تعلم النظام تعلم حتى يعني إيه أطفال تانيين يكونوا موجودين في نفس المكان مع الطفل في نفس الوقت فيه فرق ما بين الاتنين آه من الناحية التطبيقية والأداء وهكذا لكن من الناحية العلمية والعملية مفترض ما يكونش فيه فرق في المدرسات يعني كل اللي بيشتغلوا في مجال رعاية الأطفال لازم يكون عندهم الصفات اللي هنقولها دلوقتي واحد لازم تكون مدرسة الحضانة تكون أو مدرسة الابتدائي بقى زي ما قلنا مدرسة الحضانة سواء الحضانة جوال مدرسة أو الحضانة اللي احنا النهارية اللي بنوديها للطفل من أول عمر سنتين لازم تكون بتسمع كويس للأطفال بتستمع للأطفال لكلامهم مهما كان الكلام بسيط أو مش مترابط أو حتى غير مفهوم لازم الطفل يحس إن المدرسة بتسمعه بجدية اتنين لازم ترائب سلوك الأطفال بس من غير ما تمنع انطلاقهم تلاتة لازم تفهم الأطفال سبب منع بعض الأمور وتقدم بداء المقبولة بالنسبة للطفل أربعة لازم تعرف تتعامل مع الوضعيات الصعبة وقبل ما الموقف يزيد يعني مثلا طفل بيعيط تعرف تتعامل معه ازاي قبل ما يتطور الموضوع من العياط للسريخ مثلا خمسة لازم توفي بالوعود اللي بتوعدها للطفل أو للأطفال يعني ستة لازم تحط حدود للمسموح وتحافظ على الحدود دي بثبات واستمرار سبعة لازم تشارك الأطفال لعبهم تمانية لازم تشجع الأطفال على التفكير قبل ما يجاوبوا على الأسئلة يعني المدرسات يقولوا سؤال ومفروض الأطفال يجاوبوا لازم تشجعهم انهم يفكروا ويفكروا ازاي تسعة لازم تكافئ الأطفال على مجهودهم سواء كان مجهود عقلي أو مجهود بدني يعني مش مشكلة بقى العد عشان ما نتلخبطش النقطة اللي بعد كده لازم تكون حنينة وده بيظهر في التعامل مع الأطفال على مدار اليوم يعني ما تبقاش أول اليوم كويسة ومع مرور الوقت تبقى خلقها دايق وتبقى زهقة والكلام ده كله لا هي لازم تكون حنينة من طبعة على أنها تكون حنينة وده بيبان في عادتها التبطب على الأطفال واحتضانهم وهكذا لازم تكون بتتكلم بشكل طبيعي وبتتصرف بشكل طبيعي وهنا عايز أقول نقطة الحقيقة نقطة بس جانبية كده يعني شوية إنه موضوع التصوير والفيديوهات على السوشيال ميديا وعلى تيك توك وإنستجرام والحاجات دي كلها خلى كتير قوي الحقيقة من البنات والسيدات يتصرفوا ويعملوا أداء كده غير طبيعي في حياته يعني بس اليوم بيتكلموا بطريقة غير طبيعية ويتصرفوا بطريقة غير طبيعية ويعملوا ري اكشنز أو ردود أفعال بوشهم غير طبيعية الحقيقة مدرسة الحضانة أو مدرسة الأطفال لازم تكون طبيعية يعني عشان دي بالنسبة للأطفال حد مهم جدا فلازم هما ياخدوا نموذج طبيعي في التصرفات وما إلى ذلك النقطة اللي بعد كده لازم تحفز وتشجع الأطفال على إنجاز المطلوب منهم حتى لو كان في وقت أطول مش مهم المهم إنه هما يعملوا اللي مطلوب منه هيلتزموا بالوقت بعد كده هيتعلموا النقطة اللي بعد كده لازم تشجع التعاون بين الأطفال وبعض وتعلمهم يعني إيه تعاون يعني التعاون دي يكون إزاي النقطة اللي بعد كده لازم تنبه الكبار للكلام غير المناسب في حضور الأطفال يعني هي مثلا مشرفة الحضانة موجودة وفيه واحدة زملتها موجودة ولا حد من العاملين في المكان وفتحين موضوع ملوش أي علاقة لا بالطفولة ولا بالأمومة موضوع خاص مش عايزة أقول موضوع يعني واحد لا موضوع خاص موضوع تاني لا لازم تنبه الناس إنه لا مفعش الكلام ده قدام الأطفال إحنا للوقت الأطفال أكنهم بالزبط في مدرسة الأطفال اللي عندهم سنتين وسنتين أكنهم في مدرسة تمام؟ النقطة اللي بعد كده لازم المدرسة بتاعت الحضانة أو مشرفة الحضانة تكون بتحترم الأطفال تحترمهم بشكل حقيقي تحترم قدراتهم تحترم اختياراتهم لازم تتجنب الاختيارات لما يكون فيه موقف ما ينفعش فيه الاختيار ما نحطش بقى اختيارات للطفل خلاص؟ لازم يعني الدنيا بتمطر ما نقولش إيه نعط في المطرة ولا ندخل جوه لا لازم كلنا ندخل جوه بعيد عن المطر لو إحنا مثلا في فناء خارجي أو ما يلزايا هنا ما فيش اختيار لازم تسمح للطفل إنه يرتكب أخطاء طالما أن الأخطاء دي مش مضرة لأن الأخطاء بتعلم بعد كده الصح لازم تكون بتشتغل في المجال ده عشان بتحب الأطفال وبتحب الشغل ده مش عشان هو ده الشغل المتاح لها لازم تكون هي بتحب الموضوع لازم يكون عندها القناعات الطبيعية والمبادئ الأساسية لأي شخص طبيعي ومتزن يعني عندها أفكار طبيعية يعني ومرة تانية الحقيقة الواحد يعني بيتكعبل كده في حاجات غريبة والناس بتقول حاجات غريبة أنا هنا بتكلم عن حد بيتعامل مع الأطفال فهو بالنسبة لهم يعني زي النقطة كده لبعد كده لازم تكون قدوة حسنة للأطفال في كل حاجة خلاص مش بس في الأفكار والتصرفات لا في غسيل الإيدين في طريقة الكلام في التصرفات الأخلاقية وهكذا لازم تكون قدوة فعلا لازم تكون مش بتدخن ودي نقطة في غاية الأهمية خلاص باختصار مدرسة الحضانة لازم تكون أم بديلة فعلا للطفل في أثناء وجوده في الحضانة أو في المرحلة الابتدائية لازم تكون لطفل يحس إن دي قريبة جدا من ممته خلاص أنا كده خلصت كلامي عن الحضانة ومدرسات الحضانة وأكيد حضراتكم عارفين إن عندنا في مصر طبعا في حد يقول إيه هم اللي بيشتغلوا بقى دول يعني مفروض بيكونوا درسين إيه إحنا عندنا في مصر كلية خاصة بتخرج مدرسات الحضانة واسمها كلية رياض الأطفال وللعلم مصر بلدنا فيها كلية رياض أطفال في عشر جامعات حكومية وهم جامعة المينيا وجامعة الفيوم وجامعة اسكندرية سواء في اسكندرية نفسها أو في محافظة مرسى مطروح وجامعة أسيوت وجامعة بني سويف وجامعة المنصورة وجامعة بورسعيد وجامعة دمنهور بالإضافة إلى كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة والدراسة في كلية رياض الأطفال فيها أكتر من قسم هما ثلاث أقسام قسم العلوم التربوية وقسم العلوم الأساسية وقسم العلوم النفسية في اعتقادي الشخصي في اعتقادي أنا الشخصي إن عدد الكليات دول اللي هم عشر كليات مش كفاية أولا لإن مصر فيها 27 جامعة حكومية ده غير الجامعات الخاصة والأهلية واللي عددهم زاد السنة دي تحديدا سنة 22 وصلت عدد الجامعات الأهلية والخاصة إلى 40 جامعة ده غير 27 جامعة حكومية فما يبقاش عدد الجامعات ده كله وعندنا عشر كليات بس لرياض الأطفال وسانيا لإن عدد الحضانات وقبلهم عدد الأطفال أكتر بكتير من خرجين العشر كليات دول عشان كده لازم يكون في حلول واقتراحات لزيادة أعداد المؤهلين للتعامل الصحيح مع الأطفال في المرحلة العمرية الحساسة دي والحياة في الموضوع ده أنا بنضم لكل اللي طلبه وبيطلبه الدولة بتجديد الرقابة على الحضانات الخاصة لحماية الأطفال من أي حوادث أو أخطاء جسيمة ممكن تحصل معاهم بسبب التعامل غير العلمي وأحيانا غير الأخلاقي يعني كل شوية كده نسمع مش عارف نشوف فيديو عن ناس بتضرب أطفال في الحضانة أو تسجيل صوتي إن فيه ناس بتخوف الأطفال ومش عارف ده غلط لأن لازم يكون فيه رقابة لازم يكون فيه حلة إن دي مرحلة عمرية شديدة الحساسية على فكرة يعني شروط ترخيص الحضانة أنا برضو برأيي الشخصي أنا شايف إنها حاجة سهلة جدا يعني بشكل مبالغ فيه يعني سهلة درجة إنه مبالغ فيها جدا يعني طلب من مديرية شؤون الاجتماعية للحصول على الترخيص وإنه يكون اللي بيقدم الطلب ده شخص بالغ وعاقل وما يكونش محكوم عليه في الجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ويكون حسن السمعة والسيرة ويكون بيقول ساعة الدار دي والحد الأقصى لاستعاب الأطفال وخطاب من الدفاع المدني يثبت صلاحية المكان وإقرار من صاحب النشاط إنه هايوفر هايوفر مش هايوفر كافة مستلزمات المشروع في رأيي الشخصي زي ما قلت إن دي إجراءات سهلة بزيادة يعني سهلة جدا وعادية جدا ولازم يكون فيها الحقيقة تدقيق أكتر من كده وعشان كده مطلوب أنا بقول دي فرصة كويسة يعني مطلوب الحقيقة أنا بشكل شخصي بناشد المسؤولين إن إحنا نعدل قرار مجلس الوزراء رقم 86 لسنة 2005 الخاص بلائحة تنظيم دور الحضانة يعني دور الحضانة دي كلها بتتنظم إقامتها في مصر وكلام ده كله بالقرار ده لا لازم يكون فيه رقابة أكتر وتدقيق أكتر وصعوبات أكتر ما يبقاش يعني الحصول على الترخيص كده بتاع الحضانة أمر سهل ده في حالة الحدوء الحصول على ترخيص ده فيه حضانات كتير جدا مش مقدمي يعني أقول لك هنبقى نطلع الترخيص وهكذا أهم حاجة بس نجيب كم لعبة ومش عارف إيه ده غلط كبير يا جماعة قوي وما تستهونوش بالل أنا بقوله وما تستأمنوش الأماكن دي على ولادكو أرجوكو يا كلمة أخيرة في آخر الحلقة عايزة أوجهها للجدود والجدات لأنه أحيانا فيه ناس تقولك طيب أنا مش هودي حضانة أنا هسيب ابني أو بنتي مع جدته وهكذا تمام لو ناس يعني خصوصا لو ناس بتشتغل يعني الأم لو بتشتغل يعني بوجه بس كلمة للجدود والجدات أولا نحن نحن نحافظ على ثبات النظام الأسري من غير ما نغيره يعني بنسأل بابا وماما أنتوا بتعملوا إيه في الحوال دي وبتعملوا إيه هنا وبتعملوا إيه هنا وفي الفرجة على التلفزيون وفي النوم وفي الصحيان وإيه الأكل المسموح والإيه الأكل المش مسموح نحافظ على النظام ده في بيتك جد والجد ما يبقاش فيه تغيير لازم كمان يعني ده بقى فيه فرصة إن احنا نستغل الرابطة العاطفية كمان مع الطفل بشكل إيجابي والنمي السلوكيات الحلوة مش النميمة لأن فيه الحقيقة يعني جدود وجدات ما تزعلوش مني يعني تلقوهم إيه بقى بتبقى فرصة إنه بيجيبوا العالي الصغارين بقى كده ويقعدوا وقلوا لهم بقى إيه وبابا وماما بقى تخنقوا على إيه وكانوا بيتكلموا في إيه ومين جلقوا ومين زر لا دي سلوكيات وحشة لازم أنتوا بتكملوا الصورة الحلوة قدام الطفل ده صورة الأب والأم لازم يعني الأب والأم والجد والجدة تبقى الصورة حلوة ولو هي لقدر الله مش حلوة لازم إحنا نخليها حلوة عشان خطر ولادنا دول يبوا أفضل مننا تمام برضو عايز أقول كلمة حاجة يعني كلمة عن حاجة الحقيقة كانت منتشرة في أواخر القرن الماضي في السبعينات والتمانينات وحتى هنا التسعينات اللي هي الحضانات المنزلية فاكرين مش عارف هتفتكروها ولا لا كانت الوصلة وهي ناس كده وغالبا بيبوا ناس كبار شوية في السن وقعدين لوحدهم فتلاقواهم عملوا في بيتهم ولك دي عاملة حضانة في بيت حضانة منزلية طبعا دي كانت ليها ميزة في وقتها يعني كبيرة إن العدد قليل وتكلفتها عادة بتبقى قليلة والطفل بيعمل أنشطة مشابهة شوية لبيته لكن برضو كان فيها عيوب كتيرة زي مثلا هم أغلب الوقت الأطفال دول متسابين للتلفزيون ونقص عوامل الأمان أكيد في المكان واحتمال وجود شخص يعني شخص أو أكتر بيساعد صاحبة المشروع ده فده بيزود احتمالات المرض واحتمالات يعني الأزى وهكذا كمان يعني فيه نعدام للرقابة يعني ما بيقاش بقى فيها أي نوع من أنواع الرقابة وأخيرا عايز أختم كلامي مع حضراتكم بسبب اللي أنا بسببه عملت هذه الفقرة في يحكى أنا النهاردة الحين أنا شفت على فيسبوك وعلى إنستجرام أو يعني مش أنا اللي شفت يعني فيه ناس لفتوا نظري حياء وبعتولي فيه إعلانات كتيرة قوي قوي عن حاجة غريبة جدا عن جليسة أطفال يعني شركة بتوفر خدمة جليسة الأطفال زي الأفلام كده الأجنبية تحديدا أنا أتكلم عن أفلام الأجنبية تمام فالحقيقة أنه أنا يعني حسيت أنه يعني أنه حسيت بالخوف الحقيقة وحسيت يعني لازم يفيه خوف وحذر ليه لأن رغبة كتير جدا جدا من الجيل الجديد من الأمهات أنه بقى عندهم رغبة في أنهم يجربوا الأفكار الجديدة بقت الرغبة دي طاغية على ضرورات المنطق وضرورات الحماية حتى خلوا بالكوا لا تنساقوا وراء كل حاجة يعني أنا بقول لكم أنا ما شفت الإعلانات دي استوقفني الأمر جدا ولقيت تعليقات بقى وناس عملة تسأل بكام بكام فتلاقي أنه مش عارف بكام وفيه خصم على أول مرتين الحكاية لا خصم ولا فلوس الموضوع مش مهم كده وما يبقاش الموضوع كله عشان التقليد أو عشان أنا أصلا هنخرج أصلا أنا مش عارف إيه فجبت بيبي سيتر أو جليسة أطفال لولادي أنا مش ضد المشروع ومش ضد الحداثة أكيد يعني لكن ضد الاستسهال وضد الحقيقة أنه يعني العدم كده المنطقية أحيانا في إزاي إن إحنا ممكن نستأمن كده حد على أولاد الحكاية مش إنه يبقى فيه شركة أو يبقى فيه أبليكيشن فإحنا عارفين اللي جاية ده مين ولا تليفونة إيه الحكاية مش كده الحكاية إنه فيه حد بيقعد مع ابننا أو بنتنا في بيتنا والحد ده يعني إحنا ببساطة ما نعرفش عنه حاجة يعني يعني بهذه البساطة طب ليه؟ فيعني أرجوكم دققوا أكتر في كل ما يتعلق بأطفالكم ما يبقاش الاهتمام بس بالأكل والشرب والفيتامينات والحاجات دي كلها لإن فيه حاجات تانية لا تقل إلا امتزد في الأهمية عن كل هذه الأمور إن شاء الله نشوفكم الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من يوحكاً سلام عليكم اشتركوا في القناة